اشتركوا في القناة جل ثناؤه ولا اله غيره عظمت اسماؤه وتقدست صفاته اللهم يا ربنا عرفنا بك عليك ودلنا بك عليك واخذ بنواصينا اليك ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك موتا على الإسلام اللهم أحيينا مسلمين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة المؤمنين يا رب العالمين واجعلنا من أحباب وأتباع نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم أظلنا اللهم بظلك يوم لا ظل إلا ظلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أيها الإخوة والأخوات كما ذكرت فيما مضى بأننا بحاجة إلى تغيير حقيقي وأن هذا التغيير واجب شرعي لماذا؟ لأن الواقع لا يرضي الله عز وجل واقع الأفراد وواقع الأسر وواقع الأولاد وواقع المجتمعات لا يرضي الله عز وجل فلابد من أن نعمل على تغيير هذا الواقع لنرضي الله عز وجل ثم قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فإنما بالقوم إنما حصل بأيدينا لا يحصل شيء في المجتمع إلا بسبب عمل عامل والعامل هو المجتمع كله قال الله عز وجل قل اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فكل مجتمع تنتج من أعماله وطاعاته ومعاصيه وذنوبه وأخطائه ومشكلاته يظهر واقع هذا الواقع يحتاج إلى نظر إلى دراسة أن ننظر الصالح فنؤيده وأن نرى الباطل فنغيره لا بد من هذه المعادلة وأن تبقى معنا طوال حياتنا ووجودنا وهذا التغيير مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية الجماعة مسؤولة عن تغيير عام نحو الفرد والجماعة والفرد مسؤول عن تغيير نحو نفسه ونحو غيره ومجتمعه هذه المسؤولية كلنا سنسأل عنها أمام الله عز وجل ستسألون ونسأل قال الله عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فسيسأل المرسلون الذين أرسلوا إلى أقوامهم وليسألن الله عز وجل من أرسلوا إليهم من أقوام وقفوهم إنهم مسؤولون فهذا السؤال أيها الإخوة سؤال سيأتي لا محالة لكن سؤال يوم القيامة سؤال جزاء وثواب وعقاب ويكون قد انتهى الأمر لكن مسؤولية الدنيا اليوم هي مسؤولية العمل الصالح والنجاة يوم القيامة والفوز يوم القيامة فإذا قمت أنت بالتغيير الصحيح في هذه الدنيا نجوت إن شاء الله وأما إن قبلت الشر والمنكر والفساد وأوافقت الفساد والعياذ بالله فلن ينفعك شيء عند الموت ولن ينفعك شيء بعد الموت ولو أن ما في الأرض ولو أن الإنسان أتي به يوم القيامة وافتدى من عذاب يوم القيامة بكل ما في الأرض ما تقبل منه والله لو كنت تملك الأرض وما فيها ثم أردت أن تنجي نفسك يوم القيامة من عذاب الله لن تستطيع الجواب يقول الله عز وجل له يوم القيامة كنت قادرا على أن تنجي نفسك من عذابي بأقل من ذلك بركعتين بقلمة معروف بنهي عن المنكر يمكن أن تنجي يوم القيامة وأن تنال أعلى درجة بشيء بسيط في الدنيا ولكن المشكلة هذا الشيء اليسير في الدنيا غفلنا عنه غفل الناس عن أكبر الفرائض الصلاة غفل الناس عن أكبر الواجبات ووقعوا في أكبر المحرمات ولا حول ولا قتبها يحتاج إلى تغيير إلى إصلاح في نفسي وأنفسكم الآن كيف أغير منطق القرآن ومنهج القرآن في التغيير سهل جدا تغيير العالم كله تغيير كل شيء من حولك يبدأ من تغييرك نفسك فإن غيرت نفسك تغير كل شيء وإن لم تتغير فلن يتغير شيء ولو تغير العالم كله من حولك أعيد لو العالم كله تغير إلى الأحسن وصار كل العالم كلهم صديقون وشهداء وصالحون وأنت لم تتغير ماذا يفيدك هذا التغيير ومثال ذلك أهل مكة أهل مكة أسلموا المهاجرون أسلموا عند أبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا إلى لكن أهل مكة الذين لم يؤمنوا إلا يوم فتح مكة وهم الذين يسمون بالطلقاء عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقهم ما ترون أني فاعل بكم أخون كريم وابن أخين اذهبوا فأنتم الطلقاء هؤلاء تغيرت الجزيرة من حولهم ولم يتغيروا إلا بعد فتح مكة بعض الناس ينتظرون أن يتغير العالم ليتغيروا وأن يتغير المجتمع ليتغيروا وهؤلاء لا ينفعهم تغيير المجتمع وربما يكونوا قد فات الأوان وانتهى الزمان وضاع عليهم الوقت وربما يموتون قبل أن يتغير الوقت أن يتغيروا عند ذلك يذهبون إلى النار وبئس المصير فالتغيروا أيها الإخوة إنك إنت تتغير إنسى العالم كله تغيروا أم لا تغيروا لا يضرك وسأقف معكم بآية قرآنية عجيبة جدا فانطبق علينا وعلى المسلمين وعلى البشرية يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذ هتديتم يا أيها الذين آمدوا خطاب للمؤمنين فهم مؤمنون مهتدون صالحون لا يضر عليكم أنفسكم وهذه الآية لي ولك ولكل مؤمنا على وجه الأرض عليكم أنفسكم وطحت كلمة عليكم أنفسكم ضع مئة خط وتدبر هذه الكلمة وتفكر فيها وقل ماذا يريد الله مني عليكم أنفسكم من هم هؤلاء أنتم أيها المؤمنون يا أهل المساجد أفرادا وجماعات لا يضركم أن ضل إذا هتديتم لا يضرك إذا هتديت ضلال البشرية جمحا لا يضرك ضلال كل الأسر إذا أسرتك نجت وهذا ليس أنانية بل هو عين الإثار وسأشرح لك كيف مش معناه والله أنا أهم بشيء أنا أصلح وكل الناس ما يفهموني إياك أنت فهم هذا الفهم هذا الفهم الذي صلحه أبو بكر الصديق كما سنرى بعد قليل يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم يا أخي اهتدي أنت إذا اهتديتم لماذا؟ لأن المسؤولية يوم القيامة فردية لما تقف أمام الله يوم القيامة سيسألك عن أعمالك الخاصة صليت صمت زكيت اعملت كل الواجبات ابعث عن الواجبات ودائرة المنهيات انظر إليها فستسأل عنها كاملة والله ما من وعدة إلا وستسعنها وبالترتيب والتدريج الأول فالأول الأوجب فالواجب وهكذا وستسألون عليكم أنفسكم اعمل الواجبات لما تقف بين يدي الله سيسألك عن وقتك أنت لن يسألك عن وقت غيرك سيسألك عن مالك لن يسألك عن مال الزعماء والملياردير والمليارديرز لن يسألك عنهم لكن فيه سؤال آخر لازم تعرف ما هو السؤال الذي سيسألني عنهم سأتي إليه بعد قليل عليكم أنفسكم يقول أبو أمية الشعباني رضي الله عنه أتيت أبا ثعلب الخشني فقلت له كيف تستعوا بهذه الآية يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال أبو ثعلبة الخشني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد سألت عنها خبيرة فإني سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت عنها خبيرة يعني أنا خبير لماذا؟ لأنه أنا أصلا سائل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال فالآن يتكلم على لسان النبي بل اعتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأيا برأي فعليك بخاصة نفسك ودعا للعوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض قبض على الجمر عليكم أنفسكم لماذا سأل عنها أبو أمية الشعبان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ثعلبة الخشني لماذا سأله؟ سأله لأنه ظن أن هذا يعني أن لا نأمر بالمعروف ولا نعلم المنكر فصحح له أبو ثعلبة الخشني الجواب صحح له الجواب من خلال فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا هذا لا يتعارض التمر بالمعروف لكن في مرحلة يجب عليك أن تهتم بخاصة نفسك لماذا تلك المرحلة التي عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ترد عليك ولا تقبل منك هذه المرحلة سنأتي لها ولكن لأنه هذه المرحلة إخواني لما نوصل لمرحلات من يأمر بالمعروف ولا يطاع وينهى عن المنكر ولا يسمع له هذا الإنسان الذي يمكن أن يعذب ويعاقب ويسجن ويعبس بهذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه أيام الصبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا منكم عندما تأمر بالمعروف في وقت لا يقبل الناس منكم معروفا ولا يقبلون منك كلمة عند ذلك إنت إلك أجر خمسين منكم قالوا يا رسول الله منا أو منهم منا أو منهم قال بل منكم من أصحاب رسول الله يعني الذي يعمل في الزمن الذي لا يقبل منه الأمر والنهي هذا الإنسان يأخذ أجر خمسين من أصحاب رسول الله يعملون بعمله وفي رواية لما يا رسول الله قال إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا لأنك في مرحلة الناس بتأيدك لكن في مرحلة لما تقولهم اتقوا الله تدخل السجن لو قلت لهم لا يجوزوا لكم ذلك لا يمكن أن تسلم الله يرحم أخانا جمال الخاشوكجي أسأل الله أن يرحمه وأن يتقبله في الصالحين لأنه في مرحلة الجمر القبض على الجمر لا يقبل من إنسان كلمة في مثل هذه العالة الآن البداية يتقدم بده يصبر ويتحمل لكن في قاعدة كبرى مبدأ كبير هو عليكم أنفسكم أنا قبل ما أصلح الناس علي أن أصحح وأصلح نفسي وإن كنت آمرا بالمعروف وأن أهي عن مكر لكن الإصلاح يجب أن يبدأ بنفسك يا أخي ابدأ بنفسك وابدأ بأسرتك وغير نفسك وغير عائلتك عند ذلك لا يضركم من ظل يتهتديتم ماذا عليك أن يكون هنا انقلاب ولا هنا مشكلة ولا هنا فساد ولا هنا مفسد ولا هنا منكر ولا هنا منكرات ولا هنا هوليوود ولا هنا في أفلام ما يضرك لا يضرك هذا بشرط أن تكون من المهتدين لا أن ينعكس هذا الشر عليك وتصبح بعد ذلك منساقا وراء الشر فالظالمون تتبعهم وتصبح ظالما معهم أو أهل المنكرات تمشي معهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره أول أول تغيير المجتمعات والمنكرات إنك أنت تكره هذا المنكر فلا تقلده ولا تتبعه ولا تتأثر به بل تعمل على تغييره فيك وفي دائرتك ثم تتوسع تتوسع دائرة الإصلاح والصلاح والله لو غير كل واحد مننا نفسه لتغير العالم كله لأنه ما معنى التغيير مع تغيير نحن الآن كذا من العدد المصلين في المساجد آلاف الناس تصور لو أن أهل المساجد صلحوا وغيروا وانتشرت فيهم الأمانة لانتشرت الأمانة في الناس والصدق لانتشرت الصدق في الناس والعفة لانتشرت العفة في الناس كيف ينشر الخير بأن تفعله كيف يمنع الشر بتركه أميت الشر بتركه وأحيو الخير بفعله أحيو الخير قدر ما تستطيع وادعم الخير بكل ما تستطيع لذلك أيها الإخوة ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعتبرون هذه الأية لم يأتي زمانها اللي عليكم ونفسكم لا يضركم من ظلها فتديتم لأنه كانوا يقولون أنه سيأتي زمان سيكون أشد على الناس من الأزمنة السابقة لأن ربما ربما يأتي زمان ما يحتمل أهل المنكر أن يقال لهم توقفوا عن المنكر وقد ورد في علامات الساعة أنه سيأتي زمان بجوز لو كنت قلت هذا الحديث قبل عشرين ساعة ثلاث ساعة سيأتي زمان على الناس خير الناس في ذلك الزمان من يرى رجلاً وامرأة يزنيان على قارعة الطريق فخير الناس في ذلك الوقت من يقولهم لو انزيتوا انزويتوا معنى الطريق حتى لانزواء عن الطريق ما عاد يأمر وينهى تصور لوين ووصل الناس تصور الآن أنت بتمشي في طرق لا أقول في نيورك ولا أقول لا في بلاد المسلمين وفي عواصم المسلمين ترى المنكرات لا تملك لا تملك في مصر إنك يتقولهم والله أغلقوا المسابح المختلطة والأخير لا من هذا من الذي يتكلم ولا الشواطئ العراء الشواطئ العراء في بلاد المسلمين هذه واحدة من آلاف المنكرات لكن في مكرات سياسية من يملك الآن أن يقول للسياسي اتق الله من يملك ولو قال له اتق الله يا أخوان ينتهي وجوده في الأرض بيدخل السفارة وما بخرج منها يدخل السفارة ولا يخرج منها والعالم كله الآن كله نفاق العالم كله اليوم منافق منافقون لماذا؟ لأنه قضية إخواني كبيرة لكن ما يهمني وهمني اتنين شغلتين بتهمني عليكم أنفسكم والثانية أني أنا أعمل قدر المستطاع على إنكار المنكر والأمر معروف قدر ما أستطيع وأن لا أكون جزءا من المنكر ولا من الدعاة للمنكر ولا من المدافعين عن أهل المنكر لأن بعض الناس بدافعوا عن المنكر وعن أهل المنكر لذلك يقول سعيد بن وسيب رضي الله تعالى عنه إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا هتديت إذن ليس معنى لا يضرك من ضل إذا هتديتم بترك الأمر معروف عن المنكر بل لا يضرك من ضل إذا هتديتم بالأمر بمعروف النهي عن المنكر لا يجوز في أي مرحلة في الوجود لا يجوز للمسلم في أي مرحلة في الوجود أن يترك الأمر بالمعروف وأن نهي عن المنكر لا يجوز وما هو المستوى المطلوب منك بقدر ما تستطيع ولا يجوز ولو تكرر بمعنى بمعنى لك أخ قائم على منكر صديق أخوك جارك تيجي بتدعوي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة الخامس مرة ما تعمل تقول له الله لا يردك ولا عمري ما يشوفك ولا بدي أحكي معك ممنوع خطأ هذا في الإسلام لا يجوز أن تتوقف عن إنكار المنكر ولو بقيت معه مئة سنة كل ما تشوفه كل يوم بدك تؤمر وتنهى عن المنكر ولا يجوز أن تسكت لأنه تأني ما دمت قادرة تقول له هذا خطأ يجب عليك أن تقول هذا خطأ فرؤيتك للمنكر أو للخطأ وعدم ذكرك شيء عن هذا المنكر مع قدرتك أن تقول شيئا تصبح بعد ذلك آثما ويخشى عليك من وقوع يخشى عليك من وقوع العقاب معه في الحديث الصحيح إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أنهم كانوا إذا رأى الرجل الصالح أخاه على منكر قال له اتق الله فإن هذا لا يصلح لك كل ما يجوز اتق الله يا رجل ما يجوز هذا منكر هذا حراب ثم إذا رأىه من الغد قال له اتق الله حتى إذا كان بعد ذلك لم يمنعه ذلك أي ذلك المنكر من أن يكون قعيده وجليسه وأكيله وشريبه بعد ذلك خلص خلينا زي بعض ماشي فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم ثم قال والذي نفسي بيده لتأمرنا بالمعروف ولتنهو المنكر أو لا يشكلنا الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض يا إخواني ويا أخواتي المنجاه النجاه فقط فقط ولا فقط بعدها فقط بأن تنجي نفسك من الشر والمنكر والفساد وأن تعمل على إن جاء الناس قدر المستطاع في تغييرهم إن استطعت فلك الأجر والفضل وإن لم تستطع كنت من المهتدين لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وينطبق هذا على الزوجة وينطبق على الولد ابنك كل يوم لازم تؤمر بالصلاة صلاة الفجر دك تؤمر فيها والعصر تؤمر فيها المغرب طب لو ما صلاش يكفيك أنك أمرته قال الله عز وجل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية كل يوم بتطرق عليه الباب بتقول الباب صليت الفجر صليت ما صليتش صلي جزاك الله خير توجهه تنصحه تدله تعظه أما الأب آسف أن أقول هذا أمه تقول ابني يسأل أسئلة أسئلة ملحدين والأب جالس فالأب يقول والله ما معي خبر ابني صار يسأل أسئلة تشكك في الوجود في وجود الله وفي الإسلام بكل هذا أنا معيش خبر أول مرة أسمح هذا كلام كيف ابنك الآن أصبح قريبا من أكبر منكر وهو الشرك بالله أو الإلحاد بالله ثم أنت بتقول ما معيش خبر الآن ما اهتديت أنت ما اهتديت ومن هنا الذي لا يجلس مع ولده ولا يربيه ولا يعلمه ولا يحضره ليس من المهتدين طيب ما هو بصلي وبالصف الأول ليس من المهتدين إذا أمرت بالمعروف كنت أنت إن شاء الله لا يضرك من ضل إذا اهتديت لكن شرطها الأول اهتدي بأن تفعل الخير وأن تأمر بالخير والمعروف كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون على المنكر وتؤمنون بالله الأمر معروف على المنكر إخواني قبل الإيمان بالله هكذا القرآن رتبها لأن الخيرية في هذه الأمة ليست بالإيمان بالله وإنما بالزيادة على الإيمان بالله بأن نأمر بالمعروف على المنكر وهنا أيها الإخوة الأمر معروف على المنكر هو المستوى الأعلى لأن بين هذا وتركه مستويات تركه يؤدي إلى الهلاك وفعله يؤدي إلى النجاة لماذا؟ وأختم بهذا شوفوا يا أخوة من يأمر بالمعروف وإنهار المنكر معناه اجتاز ثلاث عقبات العقب الأولى أنه نجى هو من المنكر وأنه يفعل المعروف والثانية أنه ميز بين المعروف والمنكر فيعرف المعروف معروفا والمنكر منكرا ثم هو لم يختلط تختات عنده الموازين بأن يصبح المنكر معروف والمعروف منكر ثم نجى من ترك الأمر بمعروف والنهي عن المنكر ثم بعد ذلك وصل إلى أعلى درجات الصلاح وهي الأمر معروف والمنكر وخير الناس في الأمة من يأبر المعروف والمنكر قال صلى الله عليه وسلم عندما سؤل من خير المسلمين؟ قال آمرهم بالمعروف يعني أكثرهم أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وأوصلهم للرحم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ويا فوز المستغفرين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أيها الأخوة كلنا يريد النجاة في الدنيا والآخرة وكلنا يريد السعادة في الدنيا والآخرة وكلنا يريد الحياة الطيبة فيا أخو أخي أسلك مسلكها واسلك طريقها واسلك صراطها فإن صراط النجاة وإن صراط صراط الفلاح وإن صراط وطريقة الفوز هو الاستقامة لا نجاح ولا فلاح ولا هداية إلا بالصراط المستقيم والصراط المستقيم هو هذا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إذا أمرتم بالمعروف ونهمتم عن المنكر أؤمر زوجتك أؤمر أولادك أؤمر من حولك قل كلمة الخير والحق بقدر ما تستطيع عند ذلك والله لو فسدت الأرض كلها لا يضرك إخواني اللي آمنوا مع نوح سماهم الله بالقليل نوح عليه السلام دعا إلى الله تسعمية وخمسين سنة وما آمن معه إلا قليل ما يضر نوح أنهم لم يؤمن معه إلا القليل بالأخير نوح قال الله عز وجل سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين قل نهبط بسلام منا عليك وعلى أمم من من معك سلام ما يضر كم عدد الذي آمن مع نوح قيل بضع وثمانين رجلا وامرأة اللي آمنوا في تسعمية وخمسين سنة واللي هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلات عشر سنة من مكة كم قيل بضع وثمانين رجلا وامرأة هل يضرك أن تكون أن تكون من بضع وثمانين ولو كان العالم كله على غيرها لا يضرك لكن انظر إلى صحابة رسولة الثلاثة والثمانين من بشروا بالجنة ورضي الله عنهم وأرضاهم وقال فيهم ربنا سبحانه لا يستوي منكم من قاتل من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا هذا وقتكم للتغيير هذا وقتكم للإصلاح هذا وقتكم الذي يريده الله منكم ارجع إلى بيتك وانظر إلى الأخطاء وصلحها وانظر إلى مجتمعك وأصلح بقدر المستطاع إن فعلنا ذلك يا إخوة نحن عددنا هنا أكثر من عدد أهل المدينة المنورة بجوز في السنة الأولى والثانية أكثر يا إخوة فانظر بالله عليك لو تغيرنا وغيرنا كيف سيكون الحال معنا عندنا ألف أسر مؤمنة موحدة لله دعاؤها مستجاب وصلاتها مقبولة وأخلاقها قدوة للبشرية اللهم يا رب اجعل منا نموذج وأسوى خير للناس أجمعين اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك اجعلنا ممن أحببتهم وأحبوك وأقبل عليك بعمل صالح متقبل مبرور اللهم يا ربنا اجعلنا ممن يأمر بالمعروف وإنهاء المنكر واجعلنا ممن يعرف المعروف معروفا ويعرف المنكر منكرا اللهم ارزقنا اتباع المعروف وترك المنكر يا رب العالمين اللهم اجعل هذا الجمع أسوة للخلق أجمعين في صلاحهم وهدايتهم وأمرهم بالمعروف ونهينا المنكر ودعوتهم ودعائهم اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتفريطنا وضعفنا وعجزنا اللهم اجعلنا عبادا صالحين مصلحين هداة المهديين اغفر اللهم لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم يربي صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله اذكروا الله يذكركم واسألوه يعطيكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون